شوفت يا سيد شوفت اللي جرى لي شوفت يا عمل والله يا العظيمة عملت حاجة أبدا تخفيش يا حوبة تخفيش يا بيت أنا جنبك ورحمة أمك اللي خرجت من هنا ومش هدغل لما جيب أرى الحكاية كلها ما كنتش أدغال أبدا ماذا لم يصل لي حاجة زيدي أبدا في القسم وأبقى متهمة في مصيبة ما عرفش عنها حاجة تلاقيش أنا كنت عامة عند المدام صاحبة السنتر وهي قالتلي إن هي مش متهماجة في أي حاجة يعني ممكن تخرج الليلاني إن شاء الله ما تقول لي حاجة زيدي طيب مين يا حني كل حاجة ترجع زلو الواحس إن شاء الله أعني متلك معايا أكل ع حالو يا قديم ما جلتيش حالك خلص المساعد مانيوتي بس مش عايشوا حالها ومدليش انا جبت الكتاب ده من وسطك ودب بتاعتك وشكلك لسه مواريتهوش قلت ممكن يسليكي رب انا خليكوا لي نزح لنا من نفسي قوي ان انا حتى تكوف موقف زيدا زيد انا اسفا اسفا ان خليت زرتك انت واخواتي على كل لسان حس ان انا حطيت راسك في الطين بس ورحمة ابويا ما كنت اقصدها بالكده ابدا يا بيت الكلام ده طين ايه وايهباب ايه طب على حرام ما في حد يستجري الكلام على سيد بخارس ولا على اخواته البنات مستعلى المدين مستعلى 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 عليك رب لايه عليك لايه مستعلى 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 شكرا